هاي زيكوا عاملين ايه? النهار ده هنتكلم عن احسن عشر شامبوهية تجارية جربتهم لشعري. ان شاء الله فقريب جدا برضو هنتكلم عن شامبوهية طبيعية جربتها لشعري. انا لسه بجرب فيهم واول ما هكملهم هنزل الفيديو. فلو حابين الفيديو ده تابعوا معي الفيديو. ولو عجبتكم القناة اشتركوا فيها لو ما كنتوش لسه اشتركتو. ودوسوا لايك وشايروا الفيديو. ويلا بينا نبدأ في الفيديو. هبتديهم من الاقل حاجة عجبتني لاحسن حاجة عجبتني. اقل حاجة عجبتني هو الشامبو ده بتاع اللوريا الالفيب. ده بزيت الماكاديميا والارجان. مكتوب عليه. يعني بزيوت السمينة. اه هو كويس بس ما عجبنيش ان هو اه نشف شعري قوي. رغم ان مكتوب عليه للشعر الجاف وشديد الجافاف. لكن انا ما حسيتش كده خالص. نشف لي شعري جدا. اه ما حبيتوش قوي. كمان ريحته ريحة شامبو عادية. اه موجود حجمه كان ربعمائة ميلي. وسعره كان اه 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 خامسة وخمسة جنيه تقريبا وفيه برضو ستوميت ميلي بس ده اكيد انا مش هكرره تاني ما عجبنيش خالص رقم تسعة معنا هو شامبو كمينة الشامبو ده هو جميل آآ ريحته لطيفة بيبقى بينك من جوه آآ ريحته جميلة الى حد المام مكتوب عليه للشعر الجاف لأ هو هو نشفلي شعري برضو ما عجبنيش في كده لكن هو سعره كان كويس حجمه 750 ميلي بخمسة وثلاثين جنيه هو دلوقتي غلي بقى بخمسين جنيه واصنعه مصري بس هو برضو نشفلي شعري لكن هو كشامبو حلو بينظف كويس بيعمل كل حاجة كويس لكن بينشف شعر شوية وكمينة ده حتى لما كنت ببقى مثلا عاملة حمام زيت ما حستتش ان هو بينظف شعري كويس لا هو في الوقت العادي بينظفه كويس آآ لكن مش بشكل عميق يعني فيه نوع تاني آآ مكتوب عليه لكل انواع الشعر لسه ما جربتوش رقم ثمانية معي هو شامبو دوف ده الشامبو ده ربعمية ميلي آآ باربعين جنيه هو صناعه مصري آآ مكتوب عليه بالزيوت المغزية للشعر فيه انواع منه تانية زي اصلاح مكسب آآ برضو منه احجام تانية آآ ده حجمه ربعمية ميلي فيه حجم تاني متين ميلي ده بيبقى آآ بتلاتين جنيه تقريبا وفيه آآ ستمية ميلي بحوالي من ستين لسبعين جنيه وده بيبقى برضو في الرنج من اربعين لخمسين جنيه انا جايبه باربعين جنيه الشامبو ده جميل آآ هو كشامبو دجاري فهو بينظف الشعر بس بينشف الشعر شوية آآ ريحته مش مش حلوة للدرجة يعني هو ريحته كويسة بس مش حلوة يعني او يتعطر الشعر او كده آآ مكتوب عليه تحكم بتطاير لمدة اطول لأ هو عادي انا شعري كان هيش بعده لازم ارطبه بعضه لكن هو كشامبو فئة الشامبوهات التجارية هو جميل خالص واقتصادي وحلو رقم سبع معي برضو شبهه جدا هو شامبو بانتين ده ده مكتوب عليه ملكي دامش ريبير يعني عناية ملكي للتلف يعتني بالشعر التالف حجمه ربعمية ملي بحوالي خمسين جنيه آآ هو صنع في السعودية في انواع تانية منه زي ضد تساقط الشعر وضد القش وعناية مرتبة وكسافة اكتر وانسيابي وحريري وانسياج الطبيعة في منه برضو احجام تانية زي 200 ملي وفيه 600 ملي ده بيبقى بخمسة وستين جنيه تقريبا هو شبه دوف جدا الفرق بس النبنتين عجبتني ريحته اكتر هما كل الشامبوهات دي خلصانة رقم ستة معي هو الشامبو ده ده هيدن شولدرز الشامبو ده جميل جدا جدا آآ انا حبيته ده الف ملي بمية جنيه ده برضو صنعه في السعودية آآ هو نوعه آآ نظيف وانيق شامبو دد القشرة عناية يومية للشعر العادي هو بينظف حلوة قوي قوي عجبني فيه قوي انه بام كانت بتسهل قوي علي استخدام الشامبو آآ ريحته كانت جميلة جدا منعشة قوي وخصوصا في الصيف آآ برضو بينشف بس بنسبة بسيطة اقل منهم شوية آآ سعر اقتصادي جدا آآ حقيقي جميل جدا جدا الشامبو ده فيه منه حجم آآ ربعمائة ميلي ده بيبقى بخمسين جنيه تقريبا وفيه ميتين ميلي بثلاثين جنيه وفيه ستمائة ميلي ده بيبقى بخمسة وسبعين جنيه تقريبا وهيدن شولدرز ده هو قوامه كريمي فيه منه انواع زي العناية الكاملة والنعناع المنعش واللوز زيت اللوز وفيه انتيابي وحريري وفيه ضد تسقط الشعر رقم خمسة معيه هو شامبو جليس ده من شركة صنعه شوارسكوف ده صنعه في تونس الشامبو ده حجمه ميتين وخمسين ميلي اه اصلاحه انتعاش عشان انا قبل كده كنت جربت بلسم انجليس كان الشكل ده برضه بس كان كده كان تحفة كان جميل جدا جدا من كذا سنم من زمان قوي يعني فقلت اجرب ده الشامبو بتاعهم الشامبو ده جميل جدا مش بينشف الشعر للدرجة هو قوامه سائل جدا مائي كده بينظف الشعر مش بينشفه مكتوب عليه للشعر الجاف والتالف بشدة سعره 45 جنيه فيه انواع كتيرة من جليس واسعارها مختلفة بكتير انا مش فاكرة بالضبط انا جبته بكام بس هو تقريبا في حدود 45 جنيه النوع ده رقم اربعة معي هو الشامبو ده من الو ايفا ده من شركة ايفا هي شركة مصرية الشامبو ده جميل جدا بالصبار وزيت الارجان حجمه 230 ملي تعروف 30 جنيه جميل خالص مكتوب عليه لترتيب عميق وشعر انا هم بدون هيشان للشعر المقصف الهيش فعلا هو منشف ليش شعري خالص قوامه كريمي كده جميل ماء السيل كده شوية عجبني قوي انه ما نشف ليش شعري رقم ثلاثة معي هو الشامبو ده ده شهر جدا جدا الفترة الاخيرة لوريا الالفيف طول الاحلام للشعر الطويل الضعيف هو مش الشعر الطويل بشكل يعني مركز لا هو عادي لكل الشعر بس هو الفكرة انه بيوازن بين انه بينضب فروة الروس كويس وبيرطب البقية الشعر الشامبو ده حجمه 400 ملي بخمسين جنيه برضو صنيعة في شركة لوريال في مصر في منه حجمين تانيين غيره فيه 200 ملي بخمسة وعشرين جنيه وفيه 600 ملي بثمانين جنيه تقريبا او كده يعني دي اسعار تقريبية انا دورت على امازون ولقيت الاسعار دي والحقيقة انا مش فاكرة بالضبط انا جبته بكان بس تقريبا بخمسين جنيه انا جربته برضو الشامبو اللونه اسود اللي هيظهر شكله في الشاشة الشامبو ده عجبني جدا جدا ريحته طحفة انا جايبة منه كريم الشعر الاسود ده جميل خالص فعلا من احلى الشامبوهات اللي انا جربتها بس انا متكلمتش عنه لانه مش معي دلوقتي بس هو فعلا جميل جدا لوريال الفيف ده طول الاحلام بقى مسته ان هو مش بينشف الشعر خالص كمان ريحته جميلة جدا جدا يعني هو بيعطر شعر حتى بعد ما باخد شاور لما باطلع برضو ريحة شعري بتبقى حلوة جدا وفيه نوع ببامب بيبقى عبارة عن ثلاثة في واحد شامبو وبلسم ومسك بيكون خالي من السلفيت وفيه منه كذا لون فيه الابيض ده للشعر التالف والاصفر للشعر الجاف والاحمر ده للشعر المصبوخ مش بيغير لونه سواهم هو عبارة عن شامبو كريمي مش بيراغي خالص رقم اثنين معي هو الشامبو ده من هيربل اسنسس الشامبو ده جميل خالص مكتوب عليه 90% ناتشرال اوريجن من مكونات طبيعية ومفهوش بارابن ولا بارافن ولا ملونات هو بزيت الارجان المغربي مكتوب عليه ترميم حجمه ربعمائة ملي باربعين جنيه صنع في فرنسا منه حجم تاني سبعمائة ملي حوالي ستين جنيه الشامبو ده جميل جدا رحته تحفه تحفه حلوه قوي هو بيرطب الشعر كمان قوي مش بنشفه خالص الشامبو ده عجبني جدا بصراحة واكيد هجرب منه الروايح التانية او الحاجات الاصدارات التانية منه رقم واحد معي بقى يفوز بجائزة احسن شامبو جربته هو الشامبو ده من تريزيمي الشامبو ده حجمه 600 ملي اه بخمسة وسبعين جنيه اه هو بالكيراتين فيه منه نوع تاني بجوز الهند ده مصنوع في شركة يونيليفر في الامارات منه احجام تانية 200 ملي بحوالي واحد وثلاثين جنيه فيه 400 ملي بخمسة وخمسين جنيه الشامبو ده عليه عروض كتيره في امازون و جميه دلوقتي وبالذات جميه هو جميل جدا انا حبيته خالص هو صالفيت منخفض لو صالفيت اه مش بينشف الشعر خالص انا شعري بيبقى مترطب جدا بعده اكتر شامبو جربته بيرطب الشعر فعلا مكتوب عليه تحكم بالتطير حتى 72 ساعة لا هو مش كده بس هو فعلا مش بينشف الشعر لاني كده كده انا برطب شعري بعد ما باخد شعر بس اقل واحد فعلا نشف لي شعري كمان ميزة فيه انه له صالفيت صالفيت منخفض بس هو في صالفيت لكن قليل كمان رحته جميلة جدا جدا برضو بتعطر الشعر طيب لو حابين احنا نجمع ايه هي الشامبوهات اللي بترطب الشعر اول حاجة تريزيمي ده ثاني حاجة هيربل اسرسس ثالث حاجة لوريال طول الاحلام رابع حاجة قالو ايفا ده بتاع شركة ايفا خامس حاجة جلس ده طيب اكتر حاجة فيهم ريحتها حلوة او عجبتني انا بشكل شخصي اه لوريال الفيف ده وبعد كده هيربل اسرسس وبعد كده جلس وتريزيمي وبعد كده القويفا تعالوا بقى نتكلم عن الشامبوهات اللي هي نشفتلي شعري اكتر حاجتين نشفولي شعري هو لوريال الفيف ده و كمينة كمينة ريحته احلى من لوريال الفيف و الباقي انا حاستهم شامبوهات شبه بعض اه هما الثلاثة دولات هيدان شولدرز و دوف و بانتين و بالذات دوف و بانتين زي ما انا قلت شبه بعض قوي هيدان شولدرز لا جميل و فكرة الحجم الكبير منه انه بامب دي الازة حاجة و علشان كده انا خليته ياخد ترتيب اعلى منهم و كمان في التصنيفات انا عموما بصنف الحاجات على حسب كذا حاجة مش على حسب التنظيف بس لا على حسب التنظيف انه بينظف و الكفاءة بتاعته و السعر بتاعه و الحجم بتاعه و الريحة بتاعته فعلشان كده عموما في فيديوهات المقارنة ساعات في تصنيفي للحاجات بيكون الموضوع صعب شوية علشان ببقى عايزة احط كذا ميزة مع بعض و ده الحجم الصغير من بنتين و بس كده يكون خلص فيديو النهاردة لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك واشتركوا في القناة و شيروها و شيروا الفيديو عشان يوصلكوا مني كل جديد باي